في بلد تدمرت أراضيه الزراعية إثر حرب مستمرة منذ 11 عاماً يضاف إليها سوء الإدارة للثروة الأهم بالنسبة للإنسان باتت أزمة الجفاف تظهر جلياً منذ منتصف العام 2020 لتحصد معها عشرة الهكترات من الأراضي الصالحة للزراعة وأعداداً كبيرة من الثروة الحيوانية ما تسبب بأزمة غذائية كبيرة على الرغم من أن سوريا شهدت ارتفاعاً في معدل الأمطار على امتداد البلاد العام الماضي إلا أن هذا لم يكن له تأثير إيجابي على صحة الأراضي والمحاصيل التي وصلت على ما يبدو إلى نقطة لا عودة بين 16% و 18% من موازنة العام الجاري يحتاج نظام الأسد لا تخصيصها لتعويض العجز الحالي من مادة القمح فقط مع استمرار الانهيار الاقتصادي وانخفاض حصاد الحبوب والصعوبات المتزايدة في تأمين المواد الأولية والذي يشير إلى استحالة تحقيق الموازنة ويفاقم الوضع المعيشي الحرج في البلاد بحسب مركز أو بي سي للدراسات ومع ازدياد أسعار السلع الغذائية تزامناً مع وصول الكثير من المناطق السورية إلى جوف الفقر وبالنظر إلى عدم احتمالية تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية يزيد تضاؤل المساعدات الدولية الأمر سوءاً ليتسارع معه القلق والمناشدات من كارثة إنسانية سيناريو هات قاطمة تظهرها الدراسة تدعم احتمالية ارتفاع معدل الجريمة بأشكالها المنظمة وغير المنظمة وتزايد معدلات الانضمام إلى الميليشيات والجماعة المتطرفة خصوصاً أن نسبة كبيرة جداً من المجتمعات المضيفة والنازحة تعتمد على قطاع الزراعة وتفرعاته كمصدر أساسي لكسب الرزق وهو أمر مرتبط كلياً بحسب الدراسات بتأثير الجفاف على السلوك الإنساني مع زياد الجوع الذي قد ينقض على البلد بكامله